اشتركوا في القناة والمترات أخرى من الأيام حتى الماضية والمتوقعة كذلك هي بسبب عبور المنخوضات باستمرار واللاحظ السحب الموجودة دائما هي التي تجلب الدفع المنخفات ومن ثم المرتفعات الجوية التي تجعل انخفاض في درجات الحرارة المدينة دائما تكون أدفع وهذا شيء طبيعي تأثير ظاهرة الجزيرة الحرارية تختلف على المناطق الصحراوية ولكن الحمد لله إلى الآن أجواءنا نسبيا نلاحظها النباتات الحولية مستمرة نموها وتأثر كأنها أجواء ربيعية أكثر منها شتوية في مثل هالأيام ولكن متوقع استمرار الأجواء الباردة في الأيام المقبلة خاصة بعد تحول الرياح إلى الشمال الغربي خلال مساء الليلة وفي فجر الغد ان شاء الله بالنسبة لدرجات الحرارة حاليا في مدينة الكويت مرتفع بعض الشيء نلاحظها في هذه الفترة توصل إلى 23 في بعض المناطق البرية 26 درجة مئوية وهي مثل ما قلت بسبب الرياح الجنوبية الشرقية المؤثرة الآن وسرعتها في بعض المناطق 32 في مدينة الكويت ولكن في المناطق البحرية أكثر فارتفاع الأمواج الآن مستمرة وتستمر حتى نهار الغد لذلك نحب ننوه الأخواننا لحد دائقة مرتدي البعر بأخذ الحيطة إلى الآن الأجواء تكون مقير مستغرة في فرصة أمطار وسحب إن شاء الله تكلم عنها بعد قليل الرطوبة النسبية 65 وهي على ارتفاع بفعل الرياح الكويت الرؤية الأفقية 6 كيلو ومتفاوتة بين 10 و 12 و 6 كيلو الرؤية الأفقية في منطقة إلى منطقة أخرى بالنسبة للرؤية الأفقية السحب اللاحظها ظهورها واستمرارها هو الذي يجلب الدفء أحيانا في منطقتنا واستمرار المنخفضات الجوية والآن نلاحظ تكون هذه السحب تدريجيا على المناطق الوسطى في المملكة العربية السعودية وكذلك شمال غرب وغرب المملكة فمتوقع أن تتحرك هذه السحب وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة إن شاء الله في فترات المساء نلاحظ المنخفض الجوي الذي سوف يؤثر علينا خلال صباح الغد والأمطار التي تتحرك سريعا إلى الهضب الإيراني وشمال الخليج العربي ويبدأ المرتفع الجوي يجعل انخفاض مرة أخرى في درجات الحرارة وهذا المنخفض متوقع كذلك تأثيرا على آخر أثناء تسبوع وخلال يوم الأربيع نلاحظ المرتفع الجوي والأجواء الأبرد وكذلك السحب نلاحظ السحب تستمر على معظم ماطق دول الخليج العربي والجزيرة العربية إلى المملكة العربية السعودية كذلك امتدادا إلى اليمن في الأيام المقبلة معها بعض الأمطار الخفيفة كذلك المتوقعة بالنسبة لنحن الليلة لاحظ تأثير المنخفض الجوي وتغير الرياح من الجنوب الشرقي تدريجيا عكس عقارم الساعة وتحولها إلى الشمال الغربي خلال منتصف الليلة لذلك الفرصة إن شاء الله موجودة لأمطار متفرقة تكون من المناطق الشمالية الغربية من الكويت كذلك تستمر على أجزاء من مدينة الكويت والمناطق لكن أكثر الأمطار تكون من بعد منتصف الليل إلى الفجر يعني معظم الأخوان الليلة خلال الصب تبدأ لتوقعنا للأجواء كذلك مثل ما نلاحظ درجات الحرارة تكون شوي أعلى من الأيام الماضية بفعل الرطوبة النسبية التي ستظل مع انخفاض الرؤية مثل ما قلت السحب والأمطار تكون على المناطق الشمالية وتحركها نلاحظ خلال الساعة السادسة صباحا أقوها تكون على شمال الخليج العربي وكذلك على سواحل إيران تكون هناك فرصة لبعض الأمطار على بوبيان ومناطق العبدالي ومناطق الشمالية الغربية وأجزاء الشمالية الملك كويت والرياح تستمر تكون تقريبا خفيفة إلى مؤتدلة وتنشط كذلك الرياح الشمالية هي التي تكون السائدة منها القد وتبدأ درجات الحرارة بالنخفاض أي الأجواء تكون أبرد من اليوم بفارق تقريبا أكثر من 6 درجات إلى 7 درجات مئوية يعني الآن دفع باشر إن شاء الله أبرد 13 درجة إلى 15 متوقع والبحر سيكون مؤتدل إلى الموج وتستمر الأجواء الباردة إن شاء الله خلال الظهيرة وتكون ما بين 18 إلى 19 درجة وكذلك بالنسبة للمساء تستمر انخفاض درجات الحرارة وأجواء باردة وارتفاع الأماج تستمر خلال الليل إن شاء الله أما من نسبحة البحر فيكون مؤتدل إلى على الموج حتى نهار الغد ساعة 11 ثلاثة 30 مساء الليلة ليلا تكون المد الأول مد الثانية ساعة 51 ظهر الغد والجزر السابع ونصف إن شاء الله صباح الغد والجزر الثانية السابعة السابعة تقريبا مساء الغد إن شاء الله شروق الشمس وإذان الفجر في الساعة الخمسة ودقت التاسع عشر والشروق السازة 43 الخمسة ودقت الخامسة إن شاء الله سيكون بإذن الله غروبة الشمس لنهار الغد والأيام المقبلة نلاحظ الحرارة شوي مرتفعة نسبيا اليوم انخفاض إلى دون الـ 20 درجة مئوية و 16 خلال يوم الأثنين غائم جزء إن شاء الله أول صباح أمطار 13 درجة وانخفاض أكبر يوم الثلاثة مع رياح الشمالية غربية ترتفع مع الرياح الجنوبية خلال يوم الأربعة ومع طقس مشمس وبعض السحب المتفرقة وانخفاض آخر إن شاء الله الأجواء تكون أبرد خلال آخر الأسبوع و 13 أسبوع المقبل بإذن الله فالأمطار تكون فرصتها الليلة بشيء جزئي وقليل ومتفرق إن شاء الله والأجواء الأبرد في نهار الغد متوقع تنتهي النشرة درجات الحرم توقع في العواصم العربية والعالمية تابعوها معنا الشاشة والسلام عليكم